وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن صداقة البيئة لم تعد رفاهية لدى دول العالم مؤكدين في الوقت ذاته أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته في المجلس يؤكد على اهتمام الدولة بالبيئة والمناخ مصر مقبل على استضافة كوب 27 الشهر القادم والحقيقة أن صداقة البيئة لم تعد رفاهية لدى العالم الاحتباس الحراري بيؤثر على الدول الأقل نموا وده من الأمور السيئة الحظة لهذه الدول وبالتالي ما فيش رفاهية في أن احنا ما نوصلش لفكرة الزيرو كاربون وفكرة صداقة البيئة المشروع بيأكد على اهتمام مصري بالبيئة وبالمناخ العالمي وإحنا شايفين توجهات سيادة الرئيس واهتمامه بنفس الموضوع بالمناخ كان مهم جدا أن احنا نطلع قانون أو نصدر قانون خاص بصناعة السيارات وأيضا يرتبط بصناعة سيارات صديقة البيئة عايزين نحن ننتجه إلى صناعة السيارات صديقة البيئة هي نوعين حضرتك أول مرحلة ممكن نقول أن هي نسبة التلوث فيها قليل جدا وكل الحاجات التي هي منبسكة منها وطلع الكربون قليل جدا المرحلة اللي بعدها نأمل أن نخش على كربون زيرو بعدها يعني اللي هي الكهرباء والهايدروجين وكل ما ينتج من السيارات لا ينبعث منه أي كربون خالص